قال الإمام البخاري رحمه الله باب المقة من الله ما هي المقة؟ نسمع كلمة ومقة يمق الومق المحبة المقة هي المحبة والمحبة من الله لها علامات ولها أسباب في قول الله تبارك وتعالى وألقيت عليك محبة مني يعني في موسى عليه السلام قال الله له ممتنا عليه وألقيت عليك محبة مني معنى ذلك أي حببتك إلى عبادي فالمحبة من الله لها علامات من علامات المحبة القبول فمن جعل الله له قبولا في الأرض فهذه علامة من علامات محبة الله له والصيت والذكر الجميل من علامات محبة الله جل وعلا للعبد أيضا من دلائل ذلك الابتلا كما جاء في الحديث إذا أحب الله عبدا ابتلا والابتلا يكون للصالح بل للأنبياء وهم خير الخلق إلى الله ونبلوكم بالشر والخير فتنة فقد يبتل الإنسان بمرض أو يبتل بفقر أو يبتل بيعدو فإذا صبر فالله جل وعلا يحبه أيضا من دلائل ذلك أن يحمى العبد من الدنيا إن الله إذا أحب عبدا حماه الدنيا لأن الدنيا إذا بسطت فهي تؤثر على دينك ولا بد فالله جل وعلا يحمي عبده المؤمن إذن هذه علامات وهناك أسباب تنال بها محبة الله جل وعلا ومن الأسباب التي ذكرت في القرآن أن تتبع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أقواله وأفعاله وتركه صلوات ربي وسلامه عليه فمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم أحبه الله قال الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقد ادعى أقوام محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية أنت تحب الله حقا فاتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أسباب نيل محبة الله التقوى والتقوى أن تعمل بطاعة الله وأن تترك معصية الله لكن لا يكون ذلك إلا بعلم قال الله إن الله يحب المتقين والآيات التي وردت في ذلك من أسباب محبة الله أن تقرأ القرآن وأن تكثر من قراءة القرآن وأن تحب القرآن ولو أحببت بعض لو أحببت بعض سور القرآن التي ورد الدليل بذلك لا حرج بعث النبي سريا وأمر عليهم صحابيا فكان يصلي ويختم بهم في صلاة ب قل هو الله أحد فلما رجعوا شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سلوه سلوه من الذي حمله على ذلك قال إنها صفة الرحمن وأنا أحبها فقال صلى الله عليه وسلم إن الله أحبه كما أحبها أو بهذا المعنى من أسباب نيل محبة الله أن يتقرب العبد إلى الله بالنوافل بنوافل الصلاة وبنوافل الصدقة وبنوافل الصيام والدليل على ذلك ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينا وإن استعاذ بي لأعيذن أن يكثر من النوافل والنوافل كثيرة لو نظرت إلى الصلاة الرواتب القبلية والبعدية وهكذا قيام الليل وصلاة الضحى وإذا توضأت صليت هذه من النوافل الصيام كثيرة كالإثنين والخميس وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وصيام ست من شوال وصيام يوم عرفة وصيام يوم عاشورة وهكذا العشر من تيسر له ذلك من الأسباب التي تنال بها محبة الله أن تتوكل على الله والدليل على ذلك إن الله يحب المتوكلين والتوكل صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع ثقتك بالله وأخذك للأسباب أن يكون اعتمادك على الله لا تعتمد على نفسك ولا على أقرب الناس إليك ولا على عملك ووظيفتك لا اعتمد على الله قال الله فتوكل على الله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين فتوكل على الحي الذي لا يموت واتخذه وكيلا فنعم الوكيل سبحانه وتعالى من الأسباب التي تنال بها محبة الله الطهارة والنظافة والابتعاد من النجاسة والقادورات والأوساخ الحسية والمعنوية قال الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين أيضا التوبة من أسباب محبة الله إن الله يحب التوابين من الأسباب أيضا الإحسان والإحسان إحسانان إحسان إلى الله وإحسان إلى الخلق فالإحسان إلى الله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فهذا إحسان في عبادة الله جل وعلا إحسان إلى المخلوق يكون بكف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه وأن يصل إليه معروفك فهذا إحسان إن الله يحب المحسنين وأحسنوا إن الله يحب المحسنين من أسباب نيل محبة الله العدل القسط أن تكون عادلا إن كنت قاضيا أو أميرا أو لك مسؤولية أن تكون عادلا فيما ولك الله أن تكون عادلا بين أولادك تقول الله وأعدل بين أولادكم أن تكون عادلا بين زوجاتك إن كان لك أكثر من زوجة أن تكون عادلا في أقوالك كما قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله والدليل على ذلك إن الله يحب المقسطين المقسطين العادلين الذين يعدلون كما جاء في الحديث المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في أهليهم وما ولوا في أهليهم في حكمهم وأهليهم وما ولوا فهذا من أسباب نيل محبة الله من الأسباب أن تحب الصالحين ولو لم تكن تعمل كعملهم ولهذا جاء في الحديث وجبت محبتي للمتحابين في والمتزاورين في الحديث من أسباب نيل محبة الله الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله قال الله جل وعلا إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرسوس قال في سبيله وسبيله الطريق الذي يوصل إليه وفي قول الله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ولا شك أن هناك يعني أسباب لم تذكر ولهذا الذكي هو الذي يحفظ هذه الأسباب ويعمل بها حتى يحب ليس الشأن ليس الشأن أن تحب الله الخلق مفطورون على محبة الله لكن الشأن أن يحبك الله هذا صحيح الشأن أن يحبك الله جل وعلا فهذه من الأسباب التي تنال بها محبة الله وفي قول الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا أي محبة الله جل وعلا يجعل لهم محبة في قلوب الخلق قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عمر بن علي وهو الفلاس الصفير في رحمه الله قال حدثنا أبو عاصم وهو الضحاك ابن مخلد ما هو لقبه صلاح النبيل لماذا لقب بالنبيل لأنه كان في مجلس شيخه يسمع الحديث فجاء فيل فخرج كل الطلاب إلا هو فاستعجب استغرب شيخه وسأله لما لم تخرج قال استعظت بك ذهبوا ينظرون وأنا أنظر إليك اسم حديث النبي فقال أنت النبيل هذا أبو عاصم عن ابن جريج وهو عبد الملك ابن عبد العزيز قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في أهل العرض جاءت رواية وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل يا جبريل إن الله يبغض فلانا فأبغض فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فيبغض هو أهل السماء وأهل الأرض أسأل الله السلام والعافية الإنسان ربما إذا أحس أن مديره أو أن أباه وأن أمه غاضب عليه ضاقت عليه الأرض كيف برب العالمين إذن هذه الأسباب التي تنال بها محبة الله جل وعلا إله بارك الله